السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا الاعزاء ان شاء الله هنكمل مع بعض اخر جزء توقفنا عنده اه شبطة الخمسة اللي هينكلم فيه على ال او بما يسمى هندرس فيه ال او ال او ال او ال او ال او اللي الماس فيه متغيرة وهنشوف ال ازاي ان انا اشتغل على قوانين الفيرس لو او قانون الفيرس لو وطبق عليه معدد ال اي نرجي اكوشن ونفس الكلام بالنسبة للماس لان الماس هتبقى كمان متغيرة وبالتالي هعمل حاجة اسمها conservation of energy conservation of mass اطبق قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الكتلة ده بالنسبة لشبطة الخمسة اللي بيتكلم معايا هنا على الماس and energy analysis of control volume وان رمز او اسم control volume ينطبق ايضا على open system ينطبق على open system يبقى open system او control volume اللي اتنين يعنوا ان الماس is not constant فاللاحظ كما موضح بالرسم كده ان انا بيكون عندي mass in و mass out عندي mass in و mass out ازا الكتلة متغيرة زي ما موضح بالرسم وبالتالي انا عندي دلوقتي القانون هستخدمه اللي هو conservation of mass قانون حفظ الكتلة لكن قبل ما نخش على هذا القانون لازم نعرف مصطلح جديد اسمه الرمز ام دوت ام وفيها نقطة دي معناها انها تقسمت على الزمن دخل معايا عامل الزمن في الاعتبار فبقى اسمها mass flow rate كيلو جرام per second mass flow rate هو عبارة عن رو اللي هي density الكسافة كيلو جرام لكل متر مكعب مضروبة في ورمزه v دوت رمزه v دوت انا بس بحط الشرطة كده في النص عشان نفرر ما بينها وما بين ال velocity لكن ممكن تكتبها v ممكن بتكتبها v دوت باز الشكل تمام عايز تكتبها كده كده الاتنين صح لكن بس عشان نفرر ما بينها وما بين ال velocity بدي ال velocity الرمز ده يبقى هنا ال volume flow rate لو متر مكعب على الثانية يبقى الماز ال m dot الماز flow rate عبارة عن الرو في ال volume flow rate وممكن كمان افك ال volume flow rate على انه area cross section area في ال average velocity يبقى ال volume flow rate عبارة عن ال area مضروبة في ال average velocity تعالا كده نشوف الوحدات مزبوطة هلاقي عندي ال row كيلو جرام لكل متر مكعب مضروبة في ال volume flow rate متر مكعب على الثانية فالوحدات هنا المتر مكعب يروح مع المتر مكعب يطلع كيلو جرام per second اللي هو وحدة قياس ال mass flow rate كيلو جرام per second طيب لو فكيت ال volume flow rate على انه area في velocity يبقى متر مربع في متر على الثانية متر مربع في متر يبقى متر المكعب على الثانية اللي هي نفس الوحدة بتاعت ال volume flow rate وبالتالي الوحدات دي هتروح مع بعض يبقى كيلو جرام per second اللي هي وحدة قياس ال mass flow rate اذا المعادلة دي معادلة اساسية ومهمة جدا ال mass flow rate تساوي ال row density في ال volume flow rate او ال row في cross section area في ال average velocity ثم نخش بقى على open system او control volume ونشوف ان ال mass is a variable ال mass متغيرة وبالتالي لو فرضنا مثلا انا عندي هنا 10 كيلو جرام per second دخلة للسيستم 10 كيلو جرام per second خرج الناحية التانية 5 كيلو جرام per second فاكيد المتبقي داخل السيستم هيكون الفرق ما بينهم لان قانون حفظ كتلة زي قانون حفظ الطاقة بالزبط لان ما فيش كتلة ممكن ان احنا نعمل كتلة جديدة او ان احنا نفني الكتلة فده مش موجود وبالتالي دخل 10 كيلو جرام per second او خرج 5 يبقى اكيد المتبقي اللي هو dm by dt هتساوي 5 كيلو جرام per second يبقى ده قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الكتلة الاتنين متساوين بالزبط نلاحز هنا conservation of energy خدناه لو الفلسلو افسير مو ديناميكس المحاضرة اللي فاتت معينة تساوي لكن المرة دي هندرس التغير مع الزمن فحط نقطة هنا اللي هي مقصود بيها انها متغيرة مع الزمن تساوي دي اي باي دي تي والدي اي اللي يتغير الطاقة الداخلية للسيستم هنهملها مع الزمن لو في حالة اننا بشغل على لو انا بشتغل على حيبا土ran اي باي دي تي اكل зرو وبالتالي الان اكمشن الاجي انا جي اي او دوست. وكل المسائل اللي موجودة هتبعى عبارة عن اه Saudi flow وبالتالي دايما هيكون المعادلة معي juntسان اي ناجي أوبا. طب اي هي الطاقات المتاحة معايا اي هي الطاقات الاحتمالية انا اشتغل عليها. في الطاقات الدخلة للنظام. لو اي معايا. اه الاحتمالية اللي موجودة معايا ان انا يبقى عندي كيو دوت ان. يبقى انا احطها في الطرف الاول اللي على الشمال يبقى عندي كيو دوت ان. طب احتمالية ان انا يبقى عندي فيه يبقى يبقى او باور ان. بعد ما حطيت نقطة بقى ما اقولش عليه اقول عليه باور. يبقى زائد زائد في الطاقات اللي داخل السيستم اللي هي ممكن تكون عبارة عن ايه? الان صالبي. اتش واحد. الكينيتيك انرجي. اللي هي بي واحد تربية على الاتنين. البوتينشير انرجي اللي هي جي زد وان. ده بالنسبة للطاقات اللي احتمالية انها تكون موجودة او داخلها على السيستم. لاي سيستم على اي كنترول فوريوم. ونفس الكلام زيهم يساوي الحالة الثانية بتاعت الخروج هي باكيو دوت اوت زائد دابليو دوت اوت زائد ام دوت اتش اتنين زائد في اتنين تربية لها الكينيتيك انرجي على اتنين زائد جي زد اتنين اللي هي. وبالتالي كده انا بقى معايا معادلة جينرال. جينرال ايكوشن دي بنسميها كده جينرال ايكوشن ليه الاوبن سيستم. لاي ابليكيشن هنطبقه على الاوبن سيستم او الكونترول فوريوم هستخدم معاه الاكوشن دي. الجينرال ايكوشن دي. كويس? وبطري بقى اشوف ايه اللي مش موجود معايا اشطب عليه. لكن احنا دايما في اي مسألة على الاوبن سيستم نحط الاكوشن او وبطري اشوف ايه اللي مش موجود اهمله. تمام? طيب نيجي ان لام دوت واحدة. ليه ما قلناش ام دوت واحد ام دوت اتنين. ام دوت واحد المفروض مع الدخول وام دوت اتنين مع الخروج. زي ما موضح بالرسم كده ام دوت ان. وفي ام دوت اوت. ليه استخدلنا الاتنين بنفس القيمة الاتنين متساوين يعني. تعال نشوف كده هنا في نفس المعادلة بتاعت كتبتها لكن شلت الاي وحاطت مكانها اللي هي في حالة التغير برضو لو بشغل على هيبقى هتساوي صفر دفعة وبالتالي يعني اللي داخل الكتلة لدخلة متغير مع الزمن تساوي الكتلة الخارجة كمتغير مع الزمن. يعني ام دوت واحد تساوي ام دوت اتنين. ممكن استبدالهم وحط مكانهم ام دوت. لان الاتنين متساويين. ولو انا بساوي ام دوت واحد بام دوت اتنين. اتفاقنا ان هي رو في اريا. يبقى رو واحد. هي واحد اريا واحد. تساوي رو اثنين. هي اتنين اريا اثنين. يبقى في الحالة دي. كده انا فكيت المعادلة بتاعة ال nhânي سيلوريت. لو انا حبيت مسلا ان احسب ال personas احسب الاريا. ممكن استخدم المعادلة دي. المعادلة دي بيسموها معادلة الاستمرارية. معادلة الاستمرارية. لاي داخل اي داكت. يعني لو عندي داكت كده. عندي داكت. دا فيه داخل من نقطة الدخول. وفيه نقطة خروج. لكن قادر اجيبه عند مقطع الدخول اقول ان رو واحد في واحد اريا واحد. تساوي عند الخروج رو اتنين اريا اتنين في اتنين. وعيسوا بالتالي اقدر ان انا احسب الاريا مسلا او احسب من خلال المعادلة دي لها معادلة الاستمرارية. واقدر ان انا اهمل الرو واحد مع رو اتنين. رو واحد تساوي رو اتنين. في حالة او لو بكلم على سائل او آآ غاز. تمام? غير قابل للانضغاط. غير قابل للانضغاط. يعني ايه? معناها ان الكسافة بتاعته ما هيش متغيرة. تمام? فقدر اقول ان رو واحد تساوي رو اتنين واهملهم من القانون. ده في حالة ايه? في حالة تساوي رو اتنين. فبالتالي المعادلة تختصر الى في واحد ايه واحد تساوي في اتنين اتنين. ودي ابسط صورة لمعادلة الاستمرارية. يبقى هنا كده عارفنا ان انا عندي معادلة لتلعت منها ان ام دوت واحد تساوي ام دوت اتنين. في حالة الستيدي فلو. وعندي معادلة جينرال ايكوشن الكبيرة بتاعت الفيرس سلو في سرمو ديناميكس اللي بيتطبقه على الكنترول فوليوم. هنا الكلام ده مكتوب اهو. في في بداية الشرح. كونزيرفيجن اوف ماس. كونزيرفيجن اوف ماس. ماس لايك اي نارجي. يقولك ان الكتلة زي ايه الطاقة. يعني خاصية محفوظة. تمام? مش ممكن ان انا انا افني الكتلة او الطاقة او ان انا اخلق او اعمل ايه اه كريشن ليه كتلة جديدة او طاقة جديدة. يبقى ماس لايك اي نارجي اس كونزيرفيد برو بارتي. ان ديت كانوت بي كرياتيد اور ديسترويد ديورنج بروسس. ما يفعش ان انا اه يعني اهمل او اه افني طاقة او كتلة او ان انا اعمل كريشن ليها او ان انا اول الطاقة من لا شيء. تمام? ازا الكتلة والطاقة مقدر سابق. الكلام ده هنطبقه على الكنترول فوليوم. ان اما اللي هو الماس. لا احنا عايزين الكنترول فوليوم ماس كانت نوت كروز باوندريز. وبالتالي فيه ماس ممكن تخش السيستم. وفيه ماس ممكن يعني تغادر السيستم. وبالتالي ده بالنسبة للكنترول فوليوم. لكن في النهاية الكتلة محفوظة زي ما اتفقنا. فلو عندي اتنين كيلو جرام من الهايدروجين. اتجمع على ستاشر كيلو جرام من الاكسجين داخل السيستم. تمام? وبالتالي المحصلة بتاعتهم في الخروج هتكون كام? لابد ان هتكون تمنتاشر كيلو جرام اتش تو او. وهنا بن بنعوض عن القوانين بتاعت الماس فلوريت. الماس فلوريت اتفقنا انه رو في اي. رو في اي. يبقى هنا الرو الكسافة. البي اللي هي الفيوستي. الاريا. الاي سي اللي هي الكروز سيكشن اريا. لو انا بتكلم على مقطع دائري يبقى البي على الاربعة دي سكوير. ولو بتكلم على مقطع مربع سكوير اه كروز سكشن اريا. عبارة عن سكويرد مربع. هيبقى الاي في البي. ماشي? مساحة المقطع عادي. لو انا مش عندي آآ الاريا. وعايز اجيب الماس فلوريت. هقول ان هي رو في الفوليوم فلوريت. اللي هي الفوليوم فلوريت مقسوم على الاسبسيفيك فوليوم. لان احنا عارفين ان البي اسبسيفيك فوليوم تساوي واحد على الرو. واحد على الكسافة. وبالتالي اي قانون من القوانين اللي انا معلم عليها دي هي ان اقدر استخدمها وتعامل بيها في المسألة. وهنا بيأكد معانا على نفس القوانين اللي انا كتبتها فوق هي القوانين اللي بنكتبها هنا بالتفصيل وبالاثباتات. لغاية لما نصل الى المعادلة من الاساس الماس ان نقص الماس اوت تساوي دلتا ام كنترول فوليوم. واعمل تفاضل للمعادلة يطلع لي ان دي ام كنترول فوليوم باي دي تي تساوي sumition mass in ناقص sumition mass out. ودي ام كنترول فوليوم باي دي ت هتساوي صفر في حالة الستيدي فلو. هنا بيقول لي هو steady flow properties او processes ماشي. Submission mass in تساوي summation mass out. يعني جزء بتاع دي ام كنترول فوليوم باي دي تي هيساوي الصفر. ده في حالة ليه؟ في حالة الستيدي وكل شغلنا هيكون على وبالتالي دايما ام دوت واحد تساوي ام دوت اتنين. فلونا عندي هنا اه سيستم وفي دخول وخروج يبقى هقول ام دوت واحد تساوي ام دوت اتنين. يبقى رو واحد في واحد اي واحد تساوي رو اتنين في اتنين. لمصار واحد. طب الرسمة اللي قدامي هنا هل ينفع يتطبع عليها الكلام ده? اه هنقول يعني اقول ام واحد وام اتنين. ام هيساوي الخروج اللي هو ام دوت 3. يبقى مخرج واحد ومدخلين. يبقى مجموع المدخلين الماس في ببوريت واحد واثنين. يساوي المخرج اللي هو ام دوت 3. يبقى تبعت بمعادلة ام وضوت ثلاثة تساوي اما دوت واحد زاد اما دوت اتنين. اتنين كيلو جرام. وتنين كيلو جرام. يبقى الطبيعي اللي يفرق كم? خمسة كيلو جرام آآة. ودي الحالة ley الرو فيها كونستانت. الرو فيها كونستانت. فبالتالي المعادلة شلنا منها الرو. شلنا منها الرو. فاصبح تحولت الى فوليم فلوريت. لان هي عبارة عن رو في فوليم فلوريت. تمام? عند الدخول والخروج فبالتالي هنهمل خالص الدنسيتي. وبالتالي عند الدخول يساوي عند الخروج. كأن الرو هنا لو ضربت في الحالتين هتطلع ماس فلوريت. احنا اعملنا الرو من اصبح 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 يعني تساوي تساوي تنين تساوي تنين تساوي تنين ده اللي احنا قلناه هنا هم. ده اخر جزئية في حالة هناخد مسألة المسألة بتطبق على الجزئية آآ الخاصة بآآ الماس فلوريت القانون بتاع الماس فلوريت. نكبر بس كده عشان نشوف. هنا عبارة عن ايه? جي الرسمة اللي موجودة كده. في شخص ماسك آآ الخرطوم ده والخرطوم ده في نوزل. نوزل ده يعني بيزود السرعة بتاعة الفلو. يعني بتحرك من مقطع كبير كلمة نوزل معناها كده. من مقطع كبير الى مقطع اصغر. مشيفة الفلو بتحرك بالشكل ده كده. من مقطع كبير الى مقطع اصغر وبالتالي السرعة بتاعة الفلوريت عند الخروج بتزيد. بتكون اكبر من سرعة الدخول. وفي اتنين بتكون اكبر من في واحد ده بيسمى ايه? بيسمى نوزل. ده اطبع علي اقدر اطبع علي اريا واحد هنا وهنا اريا اتنين. نلاحظ طبعا اريا واحد اكبر بكتير من اريا اتنين. يبقى ايه واحد? في واحد تساوي ايه اتنين? في اتنين? اقدر اطبع على النوزل. يبقى ده النوزل اللي موجود في الصورة. وابتري ان هو بيملق ده او ده بالمية. ونشوف في المسألة هنا بيقول لي خرطوم بتاع الشخص اللي مسكه ده. نتصل به نوزل. المطلوب ان هو يملى عشر جالون للخزان ده او التانك ده. الديامتر الداخلي بتاع الهوز اتنين سنتيمتر. اندي اتريديوسس تو تمانية من عشرة سنتيمتر. وبيقل الى. يبقى هنا الديامتر في الحالة الاولى يساوي اتنين سنتيمتر. والديامتر في الحالة التانية يساوي تمانية من عشرة سنتيمتر. يعني اقدر اجيب الاريا ايه واحد وقدر اجيب الاريا اتنين. ايه واحد هتساوي باي على الاربعة دي واحد تربية. واريا اتنين هتساوي باي على الاربعة دي اتنين تربية. اذا الاريا موجودة معي. ومديني الفوليم في الاول قال لي عشرة جالون. ده الفوليوم. مطلوب الزمن عشر خمسين سانية عشان يملأ الخزان ده. يبقى معي الحجم ومعي الزمن. معي الحجم ومعي الزمن. فلو اسمت الحجم على الزمن يديني لايه? يديني الفوليوم فلوريت. يديني الفوليوم فلوريت. يبقى الفوليوم. لما يتقسم على الطايم يديني الفوليوم فلوريت. متر مكعب بير سكند. يبقى معي الفوليوم فلوريت. اللي هو يسوي المعادلة دي. المعادلة دي كلها تسوي الفوليوم فلوريت. فمعي اريا واحد ومعي اريا اتنين ومعي الفوليوم فلوريت. معنى كده ايه من المعادلة? بالزبط كده قدر اجيب في واحد. وقدر اجيب في اتنين. قدر احسب في واحد واحسب في اتنين. هنا في المسألة الطالب. زي فوليوم and mass flow rates of water. يبقى الفوليوم فلوريت. حسبناه اهو. اللي هو الفوليوم. عشرة جالون. بالنسبة للزمن خمسين سانية. وبالتالي خمسين. العشرة جالون على خمسين. يبقى ان طلعت الناتج بي جالون بير سكند. ماشي? جالون بير سكند. قادر احوله التحويلة بتاعته ايه. عشان احول من جالون بير سكند الى ليتر بير سكند. هضرب فيه تلاتة بوينت سبعة تمانية. عشان احوله الى لتر على السانية. ثم من لتر على الثانية عشان أحوله إلى متر مكعب على الثانية أضرب فى عشرة قص سالب ثلاثة. النتيجة يطلع mettre مكعب على الثانية. يبدأ بحول من جالون إلى لتر أضرب فى ثلاثة بوينت سبعة ثمانية. وعشان أحول من لتر إلى متر مكعب أضرب فى عشرة قص سالب ثلاثة. حسب قادر Rate هو حسب الмаس فلوريت لأن الماس فلوريت هي عبارة عن الرو الكسافة بتاعة المية بالنسبة للوتر المستخدم فيه الفوليوم فلوريت ماشي فيه الفوليوم فلوريت كسفت الماية بتساوي كام حتى مش هزم ان هو يقولها لي لكن دي برو بيرتز المفروض انها سابتة عبارة عن 1000 كيلو جرام بالنسبة لكل كيلو جرام لكل متر مكعب يبقى 1000 فيه الفوليوم فلوريت اللي هو عبارة عن 0.75 فعشر اصي سالب تلاتة متر مكعب على السنة هو هنا بيشتغل باللتر سابها باللتر زي ما هي لا احنا خلينا نحولها متر مكعب على السنة اضرب في عشر اصي سالب تلاتة ولما عوض هنا العشر اصي سالب تلاتة هتروح مع الالف اللي هي كسافة المية عشان كده وحطت كسافة المية بواحد عشان ما ضربش في عشر اصي سالب تلاتة لو ضربنا احنا فوق عشر اصي سالب تلاتة هحط قيمة الرو كسافة المية بألف كيلو جرام على متر مكعب النتج هيطلع بنفس القيمة اي لاحظ انها نفس القيمة لان العشر اصي سالب تلاتة راحت مع الالف كويس يبقى انا حسبت كده المطلوب التاني عند الخروج اه من بقى هو عايز هتقول لي خلص كده هي عبارة عن ما سمع على اريا تنين اللي هي باي على الاربعة دي تنين سكوير مش كده دي تنين ده عند الخروج يبقى المعادلة حسب الاريا اولا سمع من الاريا الفوليام في الاريت على الاريا عند الخروج عند الاجزت اللي هي في اتنين او في اجزت هتطلع بخمستاشر واحد من عشرة متر على السنين يبقى ازا المسألة دي بيطبق فيها معاك على حسابات الكونتينيوتي ايكوشن وحسابات الفوليام في الاريت والمس في الاريت اللي هي البيزيك كونسبت اللي موجود في الاول اللي احنا شرحناها في بداية المحاضرة ثم بعد كده دخل على حساب قانون الورك وقانون الورك احنا عاربينه ومن الشقر اللي فات اللي هو يساوي في الفوليام الورك هو عبارة عن في الفوليوم او عبارة عن في يعني لو عندي يعني لو عندي بت Edwardsر على البيستون والبيستون ده تتحرك مسافة نتيجة يبقى في الفوليس منت اف فال تساوي هي عبارة عن في الاريت ولالالي هي المساحة في الطول بتاع البستون يديني الفوليوم يبقى عندي برضو الورك عبارة عن بريشر في الفوليوم. ازا او بريشر في الفوليوم كلها قوانين تصلح لحساب الورك. ثم بعد كده الجنرال اللي انا كتبتها معاكم فوق هنا اللي هو وصلنا الفورمة النهائية اللي كتبناها مع بعض في حالة الدخول والخروج وبيتساوي في حالتين هنا بيستنتجهم معنا بيستنتج المعادلات معنا بيقولك ان انت عندك الانيرجي عبارة عن انترنال انيرجي زائد في سكوير على اتنين زائد جي زد. ده في حالة النون فلوينج فلاود يعني مفيش وورك. في حالة انه ما بيقاش عندي وورك بستخدم الانترنال انيرجي. وفي حالة وجود وورك اللي هو بي في زائد يو. اه بي في زائد يو على بعض ممكن استبدالهم بالاتش. زي ما ذكرنا في المحاضرة اللي فاتت ان الانصال باتش. هي عبارة عن البي في زائد اليوم. فالنهاية ان انا قادر ان انا استخدم التقاط داخل السيستم اللي هي اتش زائد في سكوير على اتنين اللي هي الانيرجي زائد جي زد. اه اللي هي الوضح? ده اللي احنا كتبنا في القانون فوق. او هنا بيستنتجو برضو. ومسمي اختصارا لهزي الجزء كله بيسميه سيتا. بيسمي البارت ده اللي هو اتش زائد في سكوير على اتنين زائد جي زد. بيسموه سيتا في القانون. يبقى الانيرجي عبارة عن الماس مضروبة في السيتا اللي هي اتش زائد كينيتك انيرجي زائد البوتينشال انيرجي. والنتج يطلع طبعا كيلو جول. ولو دخلت عمل الزمن معي في الاعتبار يعني الماس تتحول الى ماس فلوريت. ام دوت. يعني بدل كيلو جرام تبقى كيلو جرام بير ساكند. الناتج هيطلع معي اي دوت اللي هي كيلو واط. لان الكيلو جول بير ساكند اللي هو كيلو واط. في مسألة برضو هنا تطبيقا على الجزئية بتاعت الماس فلوريت وحساب الباور او حساب الكاباسيتي. السعر الحرارية او الهيت ريت زي ما بيسموها اكتر ما مسمى لآآ الناتج بتاعي يطلع بيه الكيلو واط. استيم اس ليفنج اه فور ليتر بريشر كوكر هوز اه اوبراتينج بريشر ايز مية وخمسين كيلو باسكال انفجر خمسة سبعتاشر الفجر اللي قدامي هنا الضغط داخل السيستم ده عبارة عن مية وخمسين كيلو باسكال. والحجم اربع لتر. It is observed that the amount of liquid in the cooker has decreases by 0.6 لتر. هتقل الحجم الى ستة من عشرة لتر in 40 minutes خلال اربعين دية. حجم الموجود اللي ستيم هيقل الى ستة من عشرة لتر في زمن اربعين دية. عند الخروج هنا المساحة المقطع عند الخروج. تمانية ملي متر مربع عند الاريا بتاعت الخروج. المطلوب الماس فلوريت اوف زستيم. وسرعة الخروج. يعني ده يعتبر كده كأنه نزل. مش كده? كأنه نزل من مقطع كبير الى مقطع صغير اللي هو اللي بيخرج منه الاستيم. عايز يحسب الماس فلوريت. يبقى انا اول حاجة عشان اجيب الماس فلوريت. هجيب دلوقتي القيمة بتاعت الفوليوم فلوريت. الفوليوم فلوريت هو قال لي الفوليوم باربعه لتر. تمام? وقال بنسبة كام? بنسبة ستة من عشرة لتر. يبقى دلتا V. دلتا V عبارة عن ستة من عشرة لتر. ستة من عشرة فعشرة قسي سالب 3. لاحظ انه قسم على الف هناheiten اللي هي عشرة قسي سالب 3 عشان يحوى من لتر الى متر مكعب. يبقى ستة من عشرة فعشرة قسي سالب 3 حولنا من لتر الى متر مكعب. انا مش معي الكسافة لكن معي الفوليوم فلوريت اقدر احسبه من الجداول عند مية وخمسين كيلو بسكال. عند مية وخمسين ات مية وخمسين. كيلو باسكال اقدر اجيب الاسبيسيفيك فوليوم. والمادة هنا في الحالة الاولى ايه عبارة عن ليكود. ليكود ووتر موجودة في الحالة الاولى. يبقى اقدر اجيب في اف من التابل اي خمسة. ادخل تابل اي خمسة واطلع قيمة الاسبيسيفيك فوليوم. اه ده اجد وار اي خمسة. بمعلومية البريشر هنخش عند مية وخمسين كيلو باسكال. وامشي كده واعلم على الفي اف. الفي اف هتساوي كام? زيرو بوينت زيرو زيرو واحد زيرو خمسة تلاتة. التمييز بتاعها فوق مكتوب ايه? متر مكعب على كيلو جرام. ازن الفي اف. الرقم بتاعها عند مية وخمسين كيلو باسكال. ايطلع القيمة اللي احنا لسا يلينها دلوقتي. وبالتالي اقدر استخدامها ومنها احسب الكسافة رو لان الواحد على الفي يساوي الدلس في رو. ارجع اعود بيها هنا. او استخدم على طول الدلتا في على الاسبيسيفيك فوليوم. يطلع النتج معالي الماس في الكيلو جرام. لكن ده الماس انا عايز الماس فلوريت. كان مطلوب الماس فلوريت. يبقى لازم اقسم على الزمن. والزمن قال لي اربعين دقيقة. يبقى طلع النتج اه زيرو بوينت زيرو واحد اربعة اتنين كيلو جرام بير منت. طب عشان نحوله الى سكند. يبقى النتج ده في المقام هيتضرب في ستين. يضرب ستين في المقام. يبقى كان يبقى اسم الرقم ده على ستين. فيطلع اتنين بوينت ثلاتة سبعة او ستينب اربعة كيلو جرام بير سكند. يبقى انا حسبت الماس فلوريت. حسبت الماس فلوريت. اعيز احسب الفيلوستي بتاعت الخروج. ومعايا الماس فلوريت. واحنا عارفين ان الماس فلوريت هي أقبرة عن الرو. في اللي هي في الفيلوستي. ومش عندي الرو عندي الاسبسيفيك فولين. يبقى مقسومة على في الفيلوستي في البسط فوق الى الetosتي هتساوي. هتساوي. في الماس فلورة على ماشي كده ده القانون الي هو حساب يبقى في الاسبسيفك فوليم تمام مقسوما على الارية الكروس سيكشن اريا اللي هو من دهاني بيتامانية ميلة مادية. لكن نخلي بدنا من حاجة ان الخروج حالة الخروج للبخار المادة تحاولت من ليكود الى فيبر. المادة تحاولت من ليكود الى فيبر عند الخروج. وبالتالي الاسبيسيفيك فوليام اللي هو يستخدم في القانون هيكون الفي جي وليس الفي اف هيكون الفي جي وليس الفي اف عند نفس قيمة الضغط ارجع تاني للجداول عند نفس قيمة الضغط عند مية وخمسين هطلع القيمة بتاعة الفي جي بالمرة دي اللي هي واحد بوينت واحد خمسة تسعة اربعة متر مكعب على كيلو جرام واضح كده اهو ادي القيمة اللي طلع من الجدول مضروبة في الماس فلوريت مقسومة على الاريا اللي هي تمانية مليا متر عشان تحول الى متر مربع هتدري في عشرة وسالب ستة يبقى انها طلعت الفي نستي عند الخروج المطلوب الاخير في المسألة زرية اتويتش اي نرجي ليفز كوكر باي ستيم عايز معدل انتقال الحرارة بقى عايز الكيو اوت او الكيو دوت نسميها كيو دوت عشان هتطلع بالكيلو وات طيب الكيو دوت هي عبارة عن ايه الكيو دوت هي عبارة عن ايه بيسموها اي دوت ماس او عبارة عنه ممكن اتسميها كيو دوت برضو لانها كينيرجي اوت هي عبارة عن الماس فلوريت الماس فلوريت ضرب الاتش الانصالبي تمام الماس فلوريت ضرب الانصالبي طيب الانصالبي قدر اجيبها ازاي اجيب الانصالبي اللي هي اطلع من الجدول اللي هي عبارة عن اتش جي عند الخروج ماشي اتش جي عند الخروج عند نفس قيمة الضغط مية وخمسين كيلو بسكال. هخش الجدول عند مية وخمسين كيلو بسكال. هجل الجدول هنا كده عند مية وخمسين وطلع اتش جي اتش جي هنا. اللي هو الرقم ده. الفين ستمية تلاتة وتسعين بوينت واحد. التمييز بتاعه ايفه? كيلو جول على كيلو جرام. كيلو جول على كيلو جرام. او الفين ستمية تلاتة وتسعين بوينت واحد. لاحظ انه ضربها في ايه? ضربها في الماس في لوريت. عشان يحولها الى الاينيرجي اوت. بكيلو واط الناتج في النهاية. يبقى انا مش لازم بقى احط الرموز المعقدة اللي انا لغبط نفسي بيها وحط سيتا واقول ان سيتا يعبارة عن اتش زي كونيتك انرجي زي بوتينشي الانرجي وسيتا تساوي الاتش في النهاية. لان التغير في الكونيتك انرجي بنهمله. والتغير في البوتينشي الانرجي كمان بنهمله. هندخل بعد كده على استخدام الجينرال فورم. الجينرال فورم اللي كتبناه فوق الالاوبن سيستم. كيو دوت ان زائد ديو دوت ان زائد سميشن ماس ان. تمام? اللي هي ام دوت اتش زائد الكونيتك انرجي زائد البوتينشي الانرجي في حالة الدخول. نفس الكلام هتبقى بدل كيو ان هيبقى كيو اوت او كيو دوت ان كيو دوت اوت. دابلي دوت ان هيبقى نحط تانية دابلي دوت اوت. في زائد اوت اتش زائد بي سكوير على اتنين زائد زاد اتنين. طبعا هنا عند الدخول فاسم ده اتش واحد بي واحد زد واحد. نفس الكلام هنا اتنين بي اتنين زد اتنين. ماشي? او اسميها وناخد مجموعة من الابليكيشن انطبق على اه القانون ده في حالة اه ستة ابليكيشن بالزبط هناخدهم. وفي كل ابليكيشن عشان مسألة لما تيجي ندر ان احنا نستدع القانون مباشرة. يبقى نمشيها كأنها ايه مجموعة من الاسباتات. لستة ابليكيشن اللي هناخدهم دلوقتي. كل ابليكيشن ده مهمة جدا في السيرمو ديناميكس. بيستخدم كتير. فبيحبوا ان هما يوجدوا المعادلة بتاعته ويشوفوا ايه اللي بيهمة في الايكيشن الكبيرة دي. اه معظم الابليكيشن دي موجودة في الجيت انجين اللي محركة طيارة. الجيت انجين بيكون في مجموعة الابليكيشن هنشتغل عليها دي. انا عندي بالترتيب كده الابليكيشن الديفيوزر اند نوزل. الديفيوزر اند نوزل. هناخد كل حاجة تقريبا والعكس بتاعيه في الوظيفة. يعني الديفيوزر بيعمل حاجة نوزل عكسه. لذا دى الحالة الاولى. الحالة التانية هناخد الكومبريسور والترباين بيرفع ضغط الفلاود الترباين بتعمل للفلايد. لذا الكمبريسر والترباين عكس بعض في الاداء تقريبا. تمام? يبدأ الديفيوزر اند نوزل الحالة الاولى الابليكيشن الاول الترباين الابليكيشن التاني. تمام? هناخد برضو لو انا عندي ميكسين مغنصة بعمل غرفة خلط ما بين مع بعض. هناخد المبادل الحراري. تمام? هناخد وهناخد كمان دول الستة حاجات تمام? يعني كل حاجة وعكسها بنجمعهم في قانون واحد. تمام? يعني النوزل والديفيوزر بنعليهم حالة واحدة. فتعال نشوف ايه اللي بنحسبه هنا. معظم التطبيقات الابليكيشن دي موجودة في عشان كده الصورة دي موجودة. ببقى موجود فيها الديفيوزر عند المدخل والنوزل عند الخروج. موجود فيها كمبريسور عند الدخول وترباين عند الخروج. وبالتالي الجيت انجين ده محركة الطيرة في معظم الابليكيشن اللي احنا ايه عايزين. تعال هنا انا اه كدتنع لك القوانين. ادي الديفيوزر ودي النوزل. من شكل الرسمة احنا اكلمنا عن النوزل من شوية. قلنا ان النوزل ده بيزاود سرعة الفلاود. الفلاود داخل بسرعة في واحد بيخرج بفي تنين. فنلاحز ان في تنين اكبر من في واحد بكتير. ماشي قيمة في تنين اكبر من في واحد بكتير نتيجة ان الاريا اتنين اكبر من اريا واحد علاقة عكسية لو لاحظت. اما الديفيوزر الديفيوزر العكس. عندي الفلاود داخل بسرعة كبيرة وعايزة قلل السرعة دي. يبقى في واحد كبيرة اوديها على مقطع اكبر السرعة ال علاقة عكسية. في واحد اكبر من في اتنين اذن اتنين اكبر من ا واحد. تعال انطبق الكلام ده على general equation. او energy equation. energy balance equation. اللي هي القانون الاول الديناميكة الحرارية في حد ال open system. ونشوف هنا. هل عندنا هنا فيه طاقة حرارية بيطم اضافاتها للفلاود? مفيش طاقة حرارية. يبقى كيو دوت ان تهمل. طب هل فيه وورك? فيه وورك ان او وورك اوت? مفيش وورك برضه. ده الفلاود فقط سرعته بتقل او بتزيد. يبقى انا عندي هنا الكيو والدابليو هتهمل في جميع الاطراف الدخول والخروج. طب هل في تغير في هتقول لي لأ لان هما الاتنين الفلاود الداخل عند نقطة نقطة رقم واحد وخارج عند نقطة رقم اتنين الاتنين عند نفس اللاين. ازا ما فيش دلتا زد. دلتا زد تساوي زيرو. لان الاتنين عند نفس الليفل. وبالتالي هتهمل هتهمل ان جي زد واحد هتروح معها جي زد اتنين. يبقى المعادلة تختصر الى ايه? ايوة ام دوت اتش واحد زائد في واحد تربيه على الاتنين. والناحية التانية ام دوت اتش اتنين زائد في اتنين تربيه على الاتنين. واتفقنا نتيجة ان ام دوت واحد تساوي ام دوت اتنين تساوي ام دوت. وبالتالي اقدر اطير ام دوت من الطرفين. يطلع لي في الاخر باختصار اتش واحد زائد في واحد تربيه على الاتنين تساوي اتش اتنين زائد في اتنين تربيه على الاتنين. ازا دي المعادلة نتيجة الاختصار والتعويض في طلعت لي دي معادلة النوزل وهي هي معادلة الديفيوزر مع اختلاف سرعة مين اكبر? واحد اكبر ولا اتنين. لو سرعة واحد اكبر بنتكلم على ديفيوزر. لو سرعة اتنين اكبر بنتكلم على نوزل. هيبه هي ده الاثبات. لاي مسألة هجيلك فيها ويطلب منك انك تشتغل على نوزل او ديفيوزر. مطالب انك تحط الاكوشن جنرال اكوشن وتختصر منها تغيط لما تصل الى الصيغة النهائية للقانون. بالمرة بقى ناخد التطبيقات كلها. لو انا عندي ترباين اند كومبريسور. عندي ترباين اند كومبريسور. ناخد اللي ايه? الحالة الاول نية كومبريسور. زي ما بدأت انا هنا كان. اه احطيت الجنرال اكوشن وبتديت اشوف. الكمبريسور انا عندي فيه فقط. الكمبريسور اللي هو بيضغط الفلاوودز. ماشي? بيضغط الجازز بشكل ادق. بيضغط الغازات بيفش الغاز هنا بيطلع الناحية التانية مضغوط. تمام? لكن بنفس السرعة مش هنقول ان السرعة زادت بشكل كبير زي النوزل. تمام? السرعة مش زادت بشكل كبير زي النوزل. لكن اللي بيهماني هنا في الكمبريسور ان انا بضيف وورك. فيه وورك ان. يبقى الورك ان هنا مش اختصر ومش اهمله من القانون. لكن هل فيه طاقة حرارية دخلة للنظام? لا. بزير. بنعتبر ان كمان ممكن يكون معايا ايه? حالة من الهيت لوس. كيو اوت. ممكن تكون موجودة وممكن تكون مش موجودة في المسألة. يعني مارن معايا انا اهمل الكيو اوت. الكيو دوت اوت او اسيبها. على حسب المسألة. انا اعتبرت انها موجودة ان فيه هيت لوس. هيحصل مع الكمبريسور. والتربينة زي ما المحاضرة الدكتور كاتب فيها. اعتبر ان الكيو دوت اوت موجودة. لكن تبقى فاهم انها هي في المسألة. لو ما قليش ان فيه هيت لوس هتهمل الكيو دوت اوت. اه في حالة الكيو دوت اوت. مفيش وورك اوت. لأ فيه وورك اين. وفي حالة التربينة العكس. التربينة بيبقى فيها وورك اوت وما فيهاش وورك اين. يبقى المعدلة ديها تختصر. وطبعا الكنيتيك والبوتينشل اينرجي بيهملوا هما الاتنين في حد الكمبريسور والتربينة. لانه زي ما قلنا مفيش تغير في السرعة ملحوظ. ومفيش كمان فرق في الارتفاع. وبالتالي البيوتينشل الورك اينرجي هيروحوا مع بعض. نختصر المعدلة للكمبريسور في النهاية الى دابليو دوت اين تساوي كيو دوت اوت زايد امي دوت اتش اتنين ناقص اتش واحد. ده شكل المعدلة بعد التبسيط. ابسط صورة لها. وكمان قلنا كيو دوت اوت ممكن تكون موجودة او ممكن تكون لا مش موجود. ومعددة التربينة هيبقى الكيو دوت اوت هي اللي موجودة في القانون وهنهمل الديو دوت اين. دابلي دوت اوت هتبقى موجودة. ودابلي دوت اين هتكون بتساوي صفر. هيطلع للمعدلة في النهاية دابلي دوت اوت لها دابلي دوت الباور بتاع التربينة عبارة عن امي دوت اتش ات واحد ناصلش اتنين ناقص الكيو دوت اوت. يبقى خدنا كده اول تطبيقين. النوزل والديفيوزر ووصلنا للمعدلة بتاعتهم النهائية. والتربين والكمبريسور ووصلنا للمعدلات النهائية بتاعتها من مستنتجة من الجينرال اكوشن. التطبيق التالت اللي هو سروتلينج فالف. لو انا عندي فالف محبس زي كده. والفالف ده فيه فليوت بيدخل من هنا بيمر على الفالف وبيخرج من الناحية التانية. طيب الفالف. ايه اللي هيبقى موجود معايا من الاكوشن الكبيرة مش هتبقى فقط غير اتش اتنين تساوي اتش واحد. ليه لان مفيش طاقة حرارية دخل او خارجة. مفيش كيو انة مفيش كيو اوت. مفيش دابلي وانة مفيش دابلي اوت. وبنهمل الكينيتك والبوتينشي الانيرجي. وبالتالي المعادلة هتختصر في النهاية الى ان اتش واحد تساوي اتش اتنين. ثم الميكسينج تشامبر. لو انا عندي غرفة خلط. يعني ايه غرفة خلط? يعني مثلا عندي الغرفة زي كده في نقطة الدخول. نقطة تانية للدخول ونقطة واحدة للخروج. فاللاحظ اننا عندي مدخل واحد مدخلين ومخرج واحد. تمام? يبقى عندي نقطة واحد ونقطة اتنين. نقطة. تلاتة نقطة الخروج. يبقى انا عندي دي بيسموها ميكسينج تشامبر. ميكسينج تشامبر يعني غرفة ايه? خلط ما بين تو فليودز. فليود واحد واتنين بيختلطوا وبيجتمعوا في الميكسينج تشامبر وبيخروجوا عند النقطة رقم تلاتة. اقدر اقول ان الماس ام دوت تلاتة تساوي ام دوت واحد زايد ام دوت اتنين. بتبقى الكونزيرفجن اوف ماس. وكمان ان انا اطبق القانون ده واقول ان ام دوت عند الدخول بقى ام دوت واحد في اتش واحد. طاقة اللي دخلها. والطاقة اللي دخلها عند النقطة رقم اتنين ام دوت اتنين اتش اتنين. يبقى ام دوت واحد اتش واحد. ام دوت واحد. هنا عند الدخول ام دوت واحد اتش واحد. وعند الدخول هنا ام دوت اتنين اتش اتنين. وعند الخروج ام دوت تلاتة اتش تلاتة. وطبق الايه الكونزيرفجن اوف الني داخل عندي اه 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 ام دوت واحد اتش واحد زاد ام دوت اتش اتنين اتش اتنين واللي خارج ام دوت تلاتة اتش تلاتة نصل الى المعادلة دي. يبقى دي معادلة او 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 ماكسينج بتوين تو استريم لينز. ودي الكنزرفيجان او ماس. اخر حاجة خالص او المبادل الحراري. المبادل الحراري زي ما نوضح في الرسمة كدا على الشمال هنا. مبادل الحراري. اه وفيه كمان التطبيق اخير اللي هو فهي ناخد المبادل الحراري الاول. المبادل الحراري بيكون عندي اه مع بعض بيعملوا تبادل حراري. فهنا مسلا عند الدخول فيه هنا بتخش من نقطة واحد وتخرج من نقطة اتنين. وفي اه موجود داخل اه بيمشي جوه وحوالي المية بتعملوا تبادل حراري مع بعض. تمام كده? بيخش من تلاتة ويخرج من اربعة. والمية من واحد الاتنين. اذا لو انا حبيت اعمل دايما نقول الدخول مجموعة الدخول يساوي مجموعة الخروج. وكل واحدة ام دوت اتش. يعني في الدخول هنا عند النقطة واحد يبقى ام دوت واحد اتش واحد. طب فيه نقطة الدخول التانية هل اتنين ولا تلاتة ولا اربعة? اه نقطة تلاتة. هي الدخول بتاع يبقى ام تلاتة اتش تلاتة. يبقى ام واحد اتش واحد زي ام دوت تلاتة اتش تلاتة. تساوي الخروج بقى يبقى ام دوت اتش اتنين وام دوت اربعة اتش اربعة. يبقى ساويت تساوي تبقى للقانون الاول الديناميكا الحرارية. ولو حبيت اعمل يبقى الماس بالنسبة للووتر متساوي يعني واحد يساوي اتنين. والماس بالنسبة للتلاتة يساوي اربعة. لاحز ان ما فيش خلط بيحصل ما بين دول لا. هنا المصار بتاع المية بيمشي حوالين بتاعة الفريون. يبقى ما فيش اختلاط ما بينهم. ده مش مش ميكسنج استريم. ده ده هنا كل ما صار لوحده ولكن بيحصل تبادل حراري. يبقى ايما دوت واحد تساوي ايما دوت اتنين. وام دوت تلاتة تساوي ايما دوت اربعة. اخر حاجة لو انا عندي. زي الموجود في الرسمة كده. بايب لها نقطة دخول ونقطة خروج. في موجود داخل البايب سيستم ده. انا اعتبر ان انا معايا مثلا اه 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 في بلاور او فان زي ما انت شايف في الرسمة كده. البلاور او الفان. وفيه هيتر. يبقى انا عندي فيه وفيه عندي الهي اللي هي الاكتريكال هيتر فقط. ده الاكتريكال هيتر. وفيه دابلي دوت اوت ما فيش ما فيش وورك اوت بيطلع عشان ما فيش تربينة. ما فيش ما فيش ما فيش وبالتالي المعادلة تقتصر معنا الى دابلي دوت اي اللي هي اه الاكتريكال هيتر اموت زايد ام دوت اتش واحد تساوي الكيو دوت اوت لو فيه هيتلوس. دايما الهيتلوس بنحطه في القانون ولو مش موجود بنهمله. على حسب المسألة. لكن تقل للرسمة اللي موجودة. الرسمة اللي موجودة دي فيها ايه? فيها هيتلوس. وبالتالي هنحط القيمة بتاعتها عند الخروج. ونعوض عنها بمئتين واط. زايد ام دوت اتش اتنين. يبقى الماس في لوريت فيه اللي نصل بي عند الخروج. اه ممكن اودي اجمع الكيو مع الدابليو في طرف. واجمع الام دوت مع ام دوت واحد اتش واحد. مع ام دوت اتنين اتش اتنين. يبقى المعادلة تبقى عبارة عن دابلي دوت اي. اللي هي الالكتريكال هيتر. ناقس كي دوت اوت. يساوي ام دوت اتش اتنين ناقس اتش واحد. وفي امكانين انا استبدل الانصالبي ديفرنس. بي تنبريتشور ديفرنس. تتنين ناقس تي واحد. لكن في الحالة دي اضرب في حاجة اسمها السي بي اللي هي الحرارة النوعية اللي اتكلمنا عنها. اتكون لان انا قدر استغنتج استخدم ال 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 يبقى دول الخمس التطبيقات او ستة التطبيقات اللي كلمنا عنهم يعني لو عدناهم كده نسمى رقمتهم ستة هنا عندي النوزل والديفيوزر اتبرناهم حاجة حاجة واحدة الترباين والكمبريسور اتنين سروتلنج بالب تلاتة الميكسينج تشامبر والهيت اكس تشينجر اربعة وخمسة والبايب عندي داكتف لو رقم ستة تمام عرفنا المعادلات المهمة وعرفنا الانيرجي اكوشن وعرفنا الكنزيرفيشن اوف ماس طيب نشوف هنا في بعض المسائل موجودة على النوزل والديفيوزر او هنا بداية المسائل يبقى اي مسألة هتيجي ذكر لي فيها نوزل او دفيوزر همشي خطوات الاثبات همشي خطوات الاثبات وبعد كده ابتدي ان انا اعوض واحسب القيم اللي هو عايزه يبقى هنا مسألة عبارة عن اير عند درجة حرارة عشرة وتمالين كيلو بسكال انتر زا دفيوزر يخش الديفيوزر زي موضح بالرسم كان بمحرك طيار بسرعة متين متر على الثانية بسرعة متين متر على الثانية الاريا بتاعت الديفيوزر للدخول تمام اللي هي اربعة من عشر متر مربع سرعة الخروج مقارنة بسرعة الدخول صغيرة جدا صغيرة جدا يعني كم يعني ممكن اقول عليها بتساوي صفر ممكن اقول عليها بتساوي صفر تمام في حالة ان هو يقول لي ماشي بقى الديفيوزر انها بتحرك من قطر صغيرة الى قطر كبير جدا وبالتالي تريبا سرعة الفلاود بتتبطأ لدرجة ان السرعة بتاعت الفيوزر ممكن تكون تساوي صفر مقارنة بالدخول اللي هي متين متر على الثانية ماشي لانها ممكن تبحش متين وتخرج خمسة تخرج عشرة خمستاشر يعني القيمة صغيرة جدا مقارنة بمتين متر على الثانية المطلوب هنا الماس فلوريت اوف زrer عايز الماس فلوريت اوف زر اير اللي هو زي ما انتفانى بكده الرو في الفوليوم فلوريت تمام او الرو في الاريا في الفلوسطي وعايز كمان التمبراتشر ليفينج زيديفيوزر وعايز التمبراتشر درجة حرارة التي اللي بتغادر الديفيوزر يبقى انا شغال على ايه شغال على الديفيوزر فقط نلاحظ هنا بقى في خطوات الحل اللي عمل ايه? اول حاجة قال ان الماس فلوريت عبارة عن الرو في الفوليوم فلوريت اللي هي واحد على في الاسبيسيفيك فوليوم مضروعة في الفوليوم فلوريت اللي هو اريا في فيلوسكي. تمام? طب انا عايز احسب من الكونديشنز في الدخول عندي الضغط وعندي درجة الحرارة للايديال جاز. الاير ما دام ايديال جاز قدر استخدم معادلة بي في اقوال ام ار تي. طب انا عايز اطلع اسبيسيفيك فوليوم. انا عايز ده اسبيسيفيك فوليوم. يبقى هقسم هنا على الماس. ماشي? هقسم هنا على الماس وهنا على الماس. يبقى المعادلة بي في اسبيسيفيك فوليوم تساوي ار تي. يبقى الاسبيسيفيك فوليوم هقسم هنا على البرشور. يبقى الاسبيسيفيك فوليوم هيساوي ار تي على وانا معايا المسألة مديني فيها لكن تخلي بالك انك لازم تجمع عليها متين تلاتة وسبعين عشان تحول الى لابد درجة الحرارة تستخدم عشان بتعتمد على درجة الحرارة بتاعتها هي كيلو جول بالكيلو جرام فخلي بالك من حتة دي وتخش الجدول اتنين واتطلع قيمة الار بتاعت الار هتساوي زيرو بوينت اتنين تمانية سبعة كيلو جول على كيلو جرام كيلفن دي القيمة اللي هتطلحها من التابل تعال كده نشوف نخش تابل اتنين او تابل اتنين للار ادي اول رقم هو اللي هو زيرو بوينت اتنين تمانية سبعة ده قيمة الار اللي هو بالنسبة للار يعني يبقى هنحسب الاسبيسيفيك فوليوم وتيجي تعود بيه في القانون ومعاك الفلوستي بتاعت الدخول متين متر عالثانية ومعاك الاريا بتاعت الدخول بففيش اي مجهول خالص موجود غير ان انا قادر ان انا احسب الايه قادر احسب الماس فلوريت عشان احسب درجة حرارة الخروج بقى لابد ان انا احسب الانصال بي بتاعت الخروج لازم اجيب اتش اتنين ايه يبهمش خطوات اللي ايه النوزل اند ديفيوزر زي ما عمل كده اهو كتب اصل المعادلة نقص انرجي او تساوي زيرو في حالة وتحط الجنرال الكبيرة وتستنتج منها المعادلة الديفيوزر اللي هي اتش واحد زائد في واحد تربيع على اتنين تساوي اتش اتنين زائد في تربيع اتنين على اتنين لان الماس فلوريت كونستنت هتروح مع بعض يبقى المعادلة دي ايه المجهول فيها المجهول فيها في اتنين تاعت الخروج اتفاقنا ان هي صغيرة جدا مقارنة بالدخول فممكن اقول ان هتساوي زيرو ممكن اقول ان هتساوي زيرو فهنا كده في القانون هنلاحز ان هو عوض عن قيمة الفلوستي بتاعت الخروج اه اللي هي القيمة الصغيرة جدا لاتساوي سافر يبقى واتش واحد الاتش واحد اجيبها ازاي عند الدرجة حرارة واحد ازا BE ازا من جادول ال ال Rank جادول ايه سبعتاشر نخش جدول ايه سبعتاشر عند درجة الحرارة مته ام سلزيوس تمام حولها الى كيلفن اه درجة حرارة كمع谢 احولها الى كيلفن اللي هي اجمع ما ليها متين تلاتة وسببين تبقى متين تلاتة وتمانين. وادخل الجدول عند امتين تلاتة وتمانين اطلع قيمة اتش واحد. اوجد من المعادلة دي اطلع منها اتش اتنين. وبالعكس بقى ادخل الجدول بتاع ايه سبعتاشر بقيمة اتش اتنين اطلع اتش اتنين. اتش اتنين هتطلع بكام هتطلع بتلتمية وتلاتة بوينت آآ اربعتاشر كيلو جول على كيلو جرام. فخش قصات تلتمية تلتمية وتلاتة بوينت اربعتاشر. اشوف درجة الحرارة كام? هتطلع تلتمية وتلاتة كيلبن. يبقى الاول عند درجة حرارة امتين تلاتة وتمانين كيلبن. تعال نخش الجدول كده ونشوف القيمة اللي موجودة في الجدول اي سبعتاشر. جدول الاير. جدول اي سبعتاشر ده جدول درجة الحرارة بتاع الاير. عند درجة حرارة امتين تلاتة وتمانين. اه متين تلاتة وتمانين موجودة ما بين المتين خمسة وتمانين والمتين وتمانين. هنعمل ما بين الرقمين دول. واوجد ما بين الميتين وتمانين الى امتين خمسة وتمانين الى امتين خمسة وتمانين بوينت اربعتاشر. اه هو هنا اعتبر ان هي اقرب قيمة خد اقرب قيمة لها. او تجيب بالزبط بالانتربوليشن اه الرقم الصحيح. ماشي? الانتربوليشن بتتعمل ازاي? اهي بشكل سريع كده. الانتربوليشن انا هاخد رقمين. اعمل بسط ومقام كم? ما بين الميتين وتمانين? تمام? الميتين وتمانين والميتين خمسة وتمانين. وانا عايز القيمة بتاعتي يكمل في النص ما بينهم متين تلاتة وتمانين. يبقى بطرح التاني ناقص الاول. متين تلاتة وتمانين. ناقص متين وتمانين. في المقام على الاخير ناقص الاول اللي هم تين خمسة وتمانين. ناقص متين وتمانين. يساوي الطرف هنا. انا عايز اجيب الايه الاتش القيمة اللي في النص ما بينهم. زي ما طرحت هنا التاني نقص الاول. هطرح هنا التاني نقص الاول. اللي هو اتش ناقص متين وتمانين point 13. في المقام. الاخير ناقص الاول. ماتين خمسة وتمانين point 14 ناقص متين وتمانين point 13. وبالقالة الحزبة بعمل shift solve واوجد قيمة الاتش. تمام? وفي طريقة تانية برضو بالقالة الحزبة. ان انا اعمل على طول الانتربوليشن بالقالة الحزبة ممكن تخش تشوفه على اليوتيوب ازاي ان انا اعمل انتربوليشن باستخدام الالة الحزبة ونوجد على طول الاتش قيمة الاتش على طول فاذا في اكتر من طريقة تحل بيها وتوجد تعمل انتربوليشن وتوجد القيمة الحقيقية الاتش عند درجة حرارة 283 وبعد كده انا طلعت اتش اتنين باستخدام القانون اقدر اتش اتنين اللي هو 303.14 هنروح للجدول بالعكس بقى عند 303.14 عند اتش تساوي 303 اه تساوي 303 مش موجودة برضو موجود 319 موجود 319 و 305.22 هعمل انتربوليشن ما بين الرقمين وبالتالي درجة الحرارة هتطلع على رقم ما بين 300 الى 305 هتطلع على رقم ما بين الرقمين 300 و 305 هتطلع كام هنا 303 ده الرقم الصحيح لدرجة الحرارة عند الخروج المسألة اللي بعد كده على الكمبريسور المسألة على الكمبريسور وهدي اعمل الاثبات بتاع معادة الكمبريسور ايه ادي اثبات معادة الكمبريسور اللي هو W dot N تساوي M dot Q out زائد M dot H2 ناقص H1 فنلاحز ان M dot Q out اللي هي Q capital كنا بنكتبها Q dot out هي عبارة عن M dot في الكيو سمول out لان الكيو سمول هنا هتطلع كناتك بكيلو جول على كيلو جرام اسمها specific heat ممكن اقول انها specific لانها مقصومة على الكيلو جرام مضروبة في الماس فلوريد لازم تتضرف في الماس فلوريد ولو هو مدهاني جهز على طول كناتك بالواط او بالكيلو واط هستخدمها مباشرة لكن هنلاحز في المسألة ان الكيو اوت موجودة بالكيلو جول بير كيلو جرام بوصل هي تلص في المسألة 16 كيلو جول بير كيلو جرام وبالتالي لابد ان اتضرف في الماس فلوريد يبقى هنا اير داخل هنا الكمبريسور عند 100 كيلو باسكال درجة حرارة 280 كيلو اس كومبريس دي ستيدلي تو بيتم انضغاط الهواء الى 600 كيلو باسكال درجة حرارة 400 كيلو اذا معايا درجة حرارة الدهول ودرجة حرارة الخروج وبالتالي الاتش اللي هي الانصال بيقدر اخش جدول الار جدول اي 17 وطلع اتش واحد وطلع اتش اتنين والماس فلوريد جيفن ب200 كيلو جرام بير سكند and heat loss 16 كيلو جول بير كيلو جرام فلابد ان انا اضرب 16 كيلو جول بير كيلو جرام في الماس فلوريد عشان يطلع بالكيلو واط واستخدمها فيه الايكوش كده احنا احملناهم في الطبيعي في الاسبات المطلوب هنا عايز دابليو دوت ان دابليو دوت ان دي معادة الكمبريسور اهي دي معادة الكمبريسور اللي احنا سنتجناها مع بعض هو عايز يحسب دابليو دوت ان يبقى دابليو دوت ان معانا الاتش واحد واتش اتنين من الجداول جدول الاير اخش وجيب اطلع عن درجات الحرار وطلع الاتش والماس فلوريد جيفن والكيو اوت جيفن اذا المسالة تعويض مباشر جدا اقدر ان اطلع القيم من الجداول وعوض وطلع قيم الدابليو دوت ان بالكيلو واط الوسالة اللي بعدها على التربينة اخدنا الكمبريسور هنا ناخد على التربينة مديني برضو الكونديشن زي موضح بالرسم بواحد تي واحد بي واحد زد واحد اه هنا مدام مديني بقى فيه فارييشن هنا بيختبر ان انت فاهم ولا لا مديني ان فيه تغير في الكينيتيكاينرجي وتغير في البوتينشيل اينرجي ومديني الпаور اعبوت الпаور اعبوت جيفن اذا باور اعبوت في الباور اعبوت كلمة اهدياباتيك مقصود انها معزولة يعني ال� pine ايقوال ال� dota اوت ايقوال زيرو مفيش انتقال الحرارة والباور اعبوت بيساوي خمسة ميجاوات خمسة ميجاوات يعني خمسة في عشرة اوصل ستة واط الq.n equal الq.out equal zero. يبقى no heat transfer. مفيش انتقال الحرارة. والpower output بيسوي خمسة ميجاوات. خمسة ميجاوات يعني خمسة في عشر او ستة وات. and the inlet and exit conditions of steam are indicated in figure. موضحها بي الرسم. compare the magnitude of delta h delta ke and delta be. هنقارن القيم في فرق الانسالبي. delta h. هنقدرنحسبها. اللي هي اتش اتنين او اتش واحد نص اتش اتنين. الكبير نص الصغير هتلعلك ان اتش واحد اكبر لان درجة حرارة واحد اعلى. درجة حرارة واحد دي كام? درجة حرارة واحد بربعمائة سلازيس. اما درجة حرارة اتنين تي اتنين هنحسبها هنلاقيها اقل من تي واحد. ماشي? التغير في الكنيتيك اي نارجي. اللي هو النص. ام. ماشي في او ممكن انا اهمل الام خالص وطلع ان انت كلها كيلو جول. يبقى نص. الام هنا هنشيلها خالص. هتبقى نص دلتا في سكوير. التغير على طول في السرعة. والبوتينشل اي نارجي. هتبقى جي دلتا زد. ده التغير في الكنيشل اي نارجي. ولو انا عايز اطلع النتائج كلها بالجول هضرب فيه الماس. لو هو مدينة الماس جيفن هضرب فيه الماس. طيب هنا ده ستيم تيرباين. ستيم تيرباين مقصود ان انا اخش جداول والستيم وطلع قيمة الايه? قيمة درجة الحرارة من جداول والستيم. ونلاحز هنا ان ال تنين مايجو بسكال. اتنين مايجو بسكال. يبقى انا لازم اخش جدول.. وباين كيلو بسكال شبار هيتد. طبعا With ex زيطة عشان قيمة الضغط يغير يعني الفين كيلو بسكال. اخش جدول اه ايه خمسة. وتأكد ان انا وقع في منطقة عن طريق تيسة يعني نخش جدول كده. ونشوف تيسة جدول ايه خمسة. الاول بنعمل اتشك كده في الاول عشان اعرف انا واقع فاني منطق الفين يبقى في التكملة الجزء التاني من الجدول انالاقي درجة الحرارة كام عند الالفين اي اي او متين واتناشر طب انا عندي درجة الحرارة الربعمية ازا اكبر من الرقم ده يبقى سوبر هيدل يعني جدول ايه ستة عند اتنين ميجا باسكال اتنين ميجا باسكال هنا اوه وعند درجة حرارة الربعمية امشي كده اجيب قيمة الاتش اللي هي تلاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات وبالتالي الشكل بتاع النقطة اللي انا واقع فيها على المنحنة لو حبيت اوضح الكلام ده على المنحنة هنتحرك بالشكل ده على المنحنة السيستم بتاعي معزولي يعني هتحرك من السوبرهيتد الى منطقة الميكتشر من النقطة واحد الى النقطة اتنين واضح كده ده المنحنة بتاع على السيستم يباني الشكل الخط رأسي بهذا الشكل من النقطة واحد في السوبرهيتد الى النقطة اتنين في منطقة الميكتشر عندي الضغط بخمستاشر كيلو بسكال يباني اخش جدول اي خمسة بمعلومية البرشور ات خمستاشر كيلو بسكال هتطلع كم حاجة بقى هتطلع الاتش اتنين اف وطلع اتش اتنين اف جي وعشان نجيب اتش اتنين هتبقى عبارة عن اتش اتنين اف زائد اكس في اتش اتنين اف جي دي معادة الميكتشر قانون بتاع الميكاتشل. والاكس جيفن. وبالتالي احنا نخش عند الجدول بتاع اي خمسة. عند معلومية تضغط خمساشر كيلو باسكال. ونطلع القيمة اتش اتنين اف واتش اتنين اف جي. واسخدمهم في القانون ومعايا الاكس. اه ده راحسب قيمة اتش اتنين. ده اللي عملوا هنا هو في القانون. وقال ان اتش اتنين تساوي اتش اف زائد اكس اتش اف جي. وطلع القيم من الجدول. هدي قيمة الاتش اف وهدي قيمة اتش اف جي. وهدي الاخر تسعين في المية. رأي تسعة من عشر. هطلع في الاخر نتج معايا لقيمة اتش اتنين. اصبح معايا اتش واحد. اتش اتنين. معايا اتش واحد واتش اتنين. اعوض في معادة اتش. اطلع الايه اطلع دي اتش. سم الديت ايينيرجي. اللي هي نص. اللي هي في اتنين سكوير whonus v واحد. واللاتنين موجودين في الرسمي. سرعة في واحد بخمسين وسرعة في اتنين بمية وتمانين. دايما نقولنا كبير لنطلع من الكبير ما نقص الصغير. البوتينشل اي نرجي البوتينشل اي نرجي هنا الزد بعشرة والزد هنا بست. يبقى جي دلتا زد. جي دلتا زد. يبقى البوتينشل اي نرجي هيبقى تسعة وتمانية من عشرة. في زد اتنين اللي هي ستة ناقص عشرة. تطلع سالب اربعة من مية كيلو جول بير كيلو جرام. طلعتهم كلهم كيلو جول بير كيلو جرام. المطلوب التاني يعني انها تيجي طلع كيلو جول على كيلو جرام. عايز ال W بقى عايز ال Power لكن مش عايز احسبه بالوات عايز اطلعه كاينيرجي كورك كيلو جول على كيلو جرام. يبقى انا محتاج ال Masflorate واقسم ال Power output ال W dot out اللي هي في المسألة هنا بخمسة ميجاوات. هقول ان ال Work. هقول هنا ان ال Work. ازا كده. هنقول ان ال W اللي هي العبارة عن. عبارة عن ال Power اوبط. مقسومة على ال Masflorate. يبقى هنا نتج بي ال W. الو نتج هنا بالوات او بالكيلو وات او بالميجا وات. وهنا ال Masflorate كيلو جرام بير سكند. واضح? وده الناتج يطلع لي في الاخر هنا بكيلو جول بير كيلو جرام. يبقى المعادلة دي هستخدمها عشان نحسب منها ال Work. هو مديني الباور بخمسة ميجا وات يعني خمسة في عشر اصي ستة. محتاج انا اجيب ال Masflorate. يبقى لو جبت ال Masflorate اقدر ان انا اطلع ال Power. يبقى المسلوليتها تيجي ازاي? هتيجي من المعادلة General Equation الكبير. هادي المعادلة General Equation في حالة اليه التربعيد. مش هنهمل منها حاجة لان هو قال لي قد بعتبارك التغير في ال Quinetic وال Potential energy. فقط هنهمل الكيو. الكيو راحت خالص. ال W.n راح لان انا عندي W.out فقط. واضح? يبقى المعادلة دي كلها ايه مجهول فيها? ايوة المجهول فيها هيكون الماس. هطلع منها الماس. احسب ومن أطلع قيمة فقط كده دي المسائل اللي موجودة. لكن بالنسبة ل تساوي على طول فمش هجي لك عليها مسائل آآ بالنسبة سولي فدي مش هيجي عليها مسائل. ان اله هنا تساوي هنا. ممكن نستخدمهم فيما بعد فهو ما جابش عليهم مسائل في الجزئية دي. ده بالنسبة لشابتر خمسة وده الملخص اللي احنا اتكلمنا فيه. وان شاء الله بعد كده نخش على اه شابتر اللي بعده وبعد كده نتكلم على اه او القانون التاني للديناميكا الحرارية.